هذا ويختتم المتعجلون من حجاج بيت الله الحرام اليوم مناسك حجهم في ثاني أيام التشريق ويقوم المتعجلون برمي الجمرات الثلاث على أن يغادروا مشعر منه قبل غروب شمس هذا اليوم ليتوجهوا إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج أما الحجاج الذين يبيتون في منا إلى يوم غد الأربعاء الثالث عشر من ذي الحجة فسوف يكملون رمي الجمرات الثلاث كما رموها يومي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى وقد شهد رمي الجمرات سهولة ويسرا نتيجة التوسع والتنظيم الكبير والمميز والجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات المسؤولة في السعودية ترجمة نانسي قنقر